نحن الآن في محيط بلدة النيرب التي سيطرت عليها فصائل المعارضة مساء الأمس وانسحبت قوات النظام منها بعد هجوم فصائل المعارضة الجبهة الوطنية للتحرير على هذه البلدة منذ أكثر من ساعة ونحن نحاول الدخول إلى داخل البلدة ولكن لم نستطع بسبب كثافة القصف والغارات الجوية الروسية والقصف المدفعي والصاروخي الذي لم يهدأ إطلاقا على البلدة منذ سيطرة فصائل المعارضة عليها مساء أمس نحن الآن على مقربة أمتار معدودة فقط تفصلنا عن أول أحياء النيرب كما تشاهدون هذه بلدة النيرب طبعا لبلدة نيرب همية استراتيجية كبيرة جدا اكتسبتها بسبب وقوعها على الطريق الدولي M4 هي أول قرية تقع على الطريق أو أول بلدة تقع على طريق الدولي M4 غرب مدينة سراقب وكانت تعد الخط الأول للدفاع عن سراقب بالنسبة لقوات النظام التي كانت تسيطر عليها فصائل المعارضة تكثف أيضا من قصفها واستدافها لتجمعات قوات النظام قصف متبادل لم يهدأ منذ ساعات الصباح فصائل المعارضة تتوعد باستمرار الهجوم على هذا المحور وعلى تجمعات قوات النظام في هذه المحاور الغربية لمدينة سراقب وكما يبدو من كلال التمهيد والقصف لفصائل المعارضة بأن المعركة العسكرية بالنسبة لفصائل المعارضة مستمرة على هذه المحاور ومن الممكن أن تنتقل إلى محاور أقرب إلى مدينة سراقب عقب سيطرتها على بيدة النيرب الاستراتيجية مصطفى الخلف تلفزيون سوريا ريفو إدلب الشرقي مصطفى الخلف تلفزيون سوريا